موسيقى دواوين هي مكتبي متخصص سينما ومسرح ورأس وموسيقى الهدف هو انه يكون في محل ممكن الناس يجوا يشتغلوا يقروا او يطلبوا كتب يقضوا وقت هون وبوجودنا ثلاثتنا انا وعبد ورامي لانه ثلاثتنا مختصين بهالمجالات انا متخصصي بالمسرح وعبد من الموسيقى ورامي بالسينما المكان موجود من فتحنا من اربعة شهر ببيروت مقسم لمكتبة صالة عرض بالسينما صغيرة وصالة مؤتمرات غرفة مؤتمر اجتماعات الأحرى مطعم وطراز صغير وفيه طبعا ريدنج سبيس مساحة للقراءة كتير كبيرة حوالين المكتبين غرفة الاجتماعات وصالة السينما هنه متوفرين للناس تستأجرون وتعمل أوروض خاصة فيهم دواوين هي جمعية لا تباه ربح هيك مسجلة بالدولة ففعليا كل الأرباح اللي بتجنيها المكتبة وبنجنيها من تأجير المكان إن كان صالة العرض أو صالة الاجتماعات أو المطعم بتروح لدفع التكاليف مع شات أجار إلى آخر هي التكاليف العادية بس هي جمعية نون بروفت بدواوين اللي بيصير هو إنه بيختار كتب ما منلاقيها بسهولة ببيروت أو أنا بحب الكتاب وبدأ عرف عنهم وأكيد بعرف شو موجود بغير مكتبات بجرب مع جيب نفس الأشياء مقسم المكتبة بهالطريقة لأنه بمحل كان ضروري أنه يكون فيه مش مكتبة بس لاتبيع كتب بس محل موجودين هول الأشياء مع بعض فيه فيه كتير فيه رابط قوي بين المسرح والسينما بين السينما والصوت بين الصوت والسينما والموسيقى الصوت والمسرح فيه كتب متوفرة بالسوق بلبنان عم نجانا من جيبه مثلا المدارس مدارس بيعلموا مسرح لطلاب فيه أشياء كلاسيكية موجودة كل السيناء بالمكاتب ما ضروري نجيبه فينا نجيبه هو أفضل يكون عنا إياها بس نحن نستورد كتب بكمية من خارج لازم نشتريهم فعم ننقى دايما نجرب نقى أشياء مش موجودة وإذا موجودة يكون ضروري يكون عنا إياها مثلا عنديك تقريبا هلأ ألف وأربعمية ألف وخمسمائة عنوان مكتبتنا متوفرة فيها كتب بثلاث لغات فرنسي إنجليزي وعربي بالأساس كنا أو على قليلة أنا أو ثلاثتنا كان عبان ليكون فيه نوع متوازن بعدد الكتب بين هاتلاث لغات وفتنا بفشل زريع صراحة بهذا الموضوع لأنه بكون مكتبة متخصصة بهات ثلاث مجالات عم يكون عنا مكشهة كتير كبيرة على صعيد الترجمة للعربي أو على صعيد كتب الترجمة العربي أو على صعيد كتب الأصل مكتوبة للعربي فهلأ الملقين حالنا بمكتب تقريبا 50 إلى 60% من كتبها هي بالفرنسي منزيد على 20-25% إنجليزي والباقي هو عربي فهي مشكل كبيرة عم نواجهها مع دور النشر بلبنان بشكل خاص وبشكل شوية أكتر عام مع البلدان اللي جربنا نطعامل معهم لهن سوريا ومصر هون في بيبلش المسرح في أكتر شي حديث في معاصر في شوية كلاسيك بس قليل بعدين عنا دراسات عن المسرح دراسات عن الإخراج المسرحي دراسات عن الدراماتورجي الكتاب المسرحي هون قسم رأس كمان في شوية كلاسيك لأنه مستحيل نجيب كتب بس عن المسرح عن الرأس المعاصر مش ممكن بعتقد فيه كتب أدب كتبت أنه رأس كاتبة من أحلى الكتب لإريوتون بحياتي فأخدت كمان عنا جزء كبير هو بس عن المخرجين كتب عن مخرج المخرج هو كاتبه أو صور لأفلامه موسيقى 80% من المكتبة متوفرة للإطلاع و للبيع في نفس الوقت فيك ممكن تستعمليها هون وترجعيها محلة ما بتدفعها مصاري أو ممكن تفلي وتاخديها معك وبتدفعها حقها وفي 20% هي مخزون ثابت باقي بيداوين هنا كتب لأنها مش للبيع فيك تستعمليها بيداوين بريدنج سبيس بس ممكن تشتريها مع الجامعات هيدا هدف أساسي أنه نحكي مع الجامعات يلي عندها كليات معنية بهالاختصاصات وما زال اهتمام موجود يعني وتعاون مع غير مراك السعفية أصلاً تصار مبلاش يعني تعاوننا مع البي اي سي استضفنا جزء من مهرجين جي ماشين للي كان منعن بي اي سي مع أول شهر يجيكم في عنا تعاون مع جوت انستيوت جوت انستيوت مكال السعف الألماني لامعرض وإلى آخره عم تعاون كمان مع فرق زقاك للمسرح في لبنان من كمان؟ شو نحنا عنا بالمحل تكنيكلي شو فينا نعمل هنما بيقدوا بيعملوا نساعدوا من هيدا الشي عادة ما بيكون فيه ما بيكون فيه أكتر من هيك بالمشاركة